من الخليل ينضم إلينا زميلة رائد الشريف مراسل الغد إذن رائد الحديث عن شهدين في مدينة دورة جنوب الخليل بينهم فتاة تبلغ من العمر واحدا وعشرين عاما ضعنا في التفاصيل لديك بكل تأكيد والفتاة هي عهد محمود يوسف أولاد محمد تبلغ من العمر واحدا وعشرين عاما بالإضافة إلى الشهيد محمد حسن أبو صباع يبلغ من العمر اثنين وعشرين عاما دخلوا إلى مدينة دورة اقتحموها بشكل كبير أطلقوا الرصاص الحي في كل مكان مما أدى إلى إصابة عشرة فلسطينيين على الأقل نقلت المستشفيات إلى مستشفى دورة الحكومة وبعد ذلك تم تحويل إصابتين إلى مستشفى الميزان هناك شاب من عائلة حريبات أصيب بالفاخذ وهو بحاجة إلى عملية ما تعرف بالأولية الدموية وبالتالي تم تحويله أيضا إلى غرفة العمليات والآن المستشفى بشكل رسمي أكد استشهاد عهد ولاد محمد التي تبلغ من العمر واحدا وعشرين عاما بالإضافة إلى الشهيد محمد حسن إبراهيم أبو صباع الذي أعلنت مستشفى دورة الحكومة استشهاده لمحو نصف ساعة جراء رصاصة اخترقت صدره استقرت في قلبه حسب حديث مدير المستشفى ووضعه يزيد عن الفتاة الشهيدة بعام واحد عمره اثنان وعشرون عاما أليس كذلك بكل تأكيد الشهيد أبو صباع يبلغ من العمر اثنين وعشرين عاما الشهيدة عهد أولاد محمد تبلغ من العمر واحدا وعشرين عاما حولت من مستشفى دورة الحكومة جنوبي الخليل إلى مستشفى الميزان في مدينة الخليل بعد أن أصيبت في رأسها واخترقت الرصاصة دماغها ولكن قال الأطباء إن قلبها ينبض فتم تحويلها مباشرة إلى مستشفى الميزان هنا في الخليل ولكن فور وصولها إلى مستشفى الميزان خرج مدير الطوارئ وأعلن استشهادها على الفور نحن الآن وصلنا إلى مستشفى الميزان في الخليل بعد حوالي ساعة لأن الطرق هنا أزمة خانقة وإذا فألت عن سبب هذه الأزمة الخانقة هو إغلاق طرق محافظة الخليل بشكل كامل خاصة بعد العملية الأخيرة التي نفذت في إثنانا بتل أبيب والتي أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الإسرائيليين نحن نتحدث عن إغلاق محكم على الخليل لبواباتها في قراءها مخيماتها مدنها وبلداتها وبالتالي بدأت الناس الآن تتوافد إلى مستشفى الميزان بعد الإعلان عن استشهاد الفتاة أولاد محمد وبالتالي الحصيلة الآن نحن نتحدث عن شهيدين في مدينة دورة وبالتالي يرتفع عدد شهداء الفلسطينيين حسين منذ السابع من أكتوبر إلى 354 شهيدا العدد كان قبل قليل 352 شهيدا بعد استشهاد شابين هذا في الضفة الغربية وحدا في الضفة الغربية بكل تأكيد في الضفة الغربية بعد استشهاد شابين من سعير وكذلك شابين آخرين في مناطق وسط وشمال الضفة الغربية الآن ارتفع العدد إلى 354 شهيدا ولكن منذ بداية العام يعني عدد هذا وصل منذ بداية العام إلى 34 شهيدا منذ بداية العام 2021 في الضفة الغربية لكن حسين المفارقة بين الضفة وغزة غزة التي تقفط في الطائرات والدبابات ولكن الضفة الغربية يدخل إليها المستوطنون المتطرفون يدخل إليها جيش الاحتلال الإسرائيلي كما تابعتكم قبل قليل وأنت تتحدث مع خالد بدير كيف يهاجم المستوطنون المتطرفون المواطنين الفلسطينيين الضفة الغربية اليوم نحن نتحدث عن عدد من الشهداء هم برصاص المستوطنين المتطرفين بالإضافة إلى عدد آخر برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي كما ذكرت قبل قليل دخل إلى مدينة دورة جنوبي الخليل وبدأ بإطلاق الرصاص الحي بكثافة وبشكل كبير مما أدى إلى إصابة عشر على الأقل واستشهاد شاب وفتاة وبالتالي الاقتحامات مستمرة الاعتداءات ما زالت حاضرة لو تحدثنا عن الضفة الغربية تحذيرات كبيرة من اشتعال الضفة الغربية بالرغم من اشتعالها أصلا لكن هم يحذرون حكومة الاحتلال من تنفيذ سلسلة عمليات بصد الأوضاع خصوصا ما يحدث في قطاع غزة نعم ولكن رائد هل الاشتباكات والاقتحامات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي هي متركزة بالدرجة الأولى في دورة أم أنها ربما تطال بعض القرى والبلدات المحيطة بها والتي تعد دورة مركزا لها مثل الظهرية بيت عوى البرج دير سامت هناك مئة بلدة وقرية تحيط بدورة أشكرك على هذه المعلومات بالطبع دورة فيها تسعة وتسعين بلدة وخربة وبالتالي هي من أكبر المدن التابعة لمدينة الخليل الخليل هي الأكبر في أسفة الغربية من حيث الجغرافية ومن حيث عدد السكان وتتفرع من الخليل العديد من المدن الكبيرة التي يصل عدد سكانها إلى قرابة مئة وعشرين ألف نسمة في بعض المدن كدورة ومن يطع بالإضافة أيضا إلى بلدات وكرة مختلفة الاقتحامات تتركز في كل مكان ليس فقط في دورة ليس فقط في المناطق التي ذكرتها لا لم توجد أو لا توجد أي بلدة فلسطينية أو قرية أو مخيم لم يتم اقتحامها من قبل جيش الاستمال الإسرائيلي والاعتداء على أهلها وإطلاق الرصاص عليهم لا يوجد بيت في فلسطين إلا فيه جريح إلا فيه شهيد إلا فيه أسير وبالتالي عدد المعتقلين الفلسطينيين مرة أخرى في آخر إحصائية لنادي الأسير الفلسطيني ولهيئة شؤون الأسرة والمحررين الغدد وصل إلى قرابة ستة ألاف حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر فقط أحدثك عن آخر إحصائية أرسلها نادي الأسير الفلسطيني وكذلك أرسلتها هيئة شؤون الأسرة والمعتقلين خمسة ألاف وتسعمائة وثلاثون معتقلا هذا ملخص حملة الاعتقالات وشنت قوات الاحتلال يعني منذ مساء أمس وحتى اليوم حملة اعتقالات طالت خمسة وخمسين مواطنا على الأقل من الضفة بينهم سيدة من الخليل وبسلان وأسرى السابقون تركزت الاعتقالات في نابلس جرى اعتقال خمسة وعشرين طالبا من حرم جامعة النجاح أنت تتخيل أن تدخل القوات الإسرائيلية إلى حرم جامعة تعتقل الطلاب ولكنهم في غزة فجروا الجامعات وقففوا الكنائس والمساجد فيما توزعت بقية الاعتقالات على الخليل جنين رمالة طباس والقدس القوات الاحتلال توصل تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل وافعة خلال حملات الاعتقال هذا مهم جدا لو سمحت لي حسين لأن الاعتباءات حاضرة خلال عملية الاعتقال قبل قليل زيديو في مدينة دورة شاب مصاب ينزف على الأرض ويعتدى عليه يشار إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت منازل أسرة يعني الأسرة في سجون الاحتلال نائل البرغوثي تعلم تماما كم أمضى نائل البرغوثي في سجون الاحتلال أربعة وأربعين عاما وما زال معتقل نائل منذ أربعة وأربعين عاما مراد البرغوثي ربيع البرغوثي في كوبر وفتشتهم وخربت محتوياتهم وصادرت مركبتي يعني أسيرين وإلى جانب مصادرة أموال وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر من العام المنصر إلى أكثر من خمسة ألاف وتسعمائة وتلاتين معتقلا وهذه الإحصائية لا تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية ومن اضطروا لتصييم أنفسهم تحت الضغط ومن احتجزوا كرهائن وتأتي حملات الاعتقال المتواصلة المتصاعدة بشكل غير مسبوك في إطار العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني والإبادة المستمرة في غزة بعد السابع من أكتوبر والتي استهدفت كافة الفئات ومنها الطلبة في مختلف الجامعات الفلسطينية حسين أشكرك سكرنا جزيلا على كل هذه المعلومات الزميل رائد الشريف مراسل الغد كنت معنا مين الخليل موسيقى موسيقى